موسيقى السلام عليكم مشاهدين على هذه الحلقة من ساعة حرة وفيها نناقش الملف السوري انطلاقا من هجوم إدلب الذي تقوم به القوات السورية وحلفاؤها بدعم روسي والذي أثار استياء تركيا التي استدعت سفرين الروسي والإيراني الدبلوماسية التركية أيضا استنفرت في ملف المقاتلين الأكراد وفق ما هو معلن حتى الآن من خطوة استدعاء تركيا للقائم بالأعمال الأمريكية أيضا فيها وبالتالي الكثير من التساؤلات التي تطرح في شأن مصير تفاهمات أستانا بين تركيا وروسيا وإيران بعد هذا الهجوم المستمر في منطقة إدلب سنكون مع عدد من الضيوف اليوم لمناقشة قل أبعاد هذه الجوانب السياسية والعسكرية وأيضا طبعا مع وجود وفد من المعارضة السورية في واشنطن لمحاولة حماية مسار جينيف لكن بداية أذهب مباشرة إلى إدلب من هناك أرحب بالناشطة الإعلامية السورية عمر حاجة قد دور معنا عبر سكايب أهلا بك هل لك أن تضعنا عمر في آخر المعلومات المتوافرة لديك عن الظروف الميدانية المرصد السورية تحدث قبل قليل عن أن قوات النظام السوري دخلت حرم مطار أبو الظهور العسكري ما المعلومات لديك مساء الخير لك والأستاذ المشاهدين حول المعلومات المرصد ما تزال اشتباكات على سور مطار أبو الظهور العسكري طبعا مطار أبو الظهور العسكري مثل ما بنعرف يقع على بعد ما يقارب 2 كيلو من مدينة أبو الظهور مطار أبو الظهور العسكري كان وجهة قوات النظام وحلفاء الروس والإيراني ابتداء من الحمل اللي بدوها منذ ما يقارب العشرين يوم ابتداء من الريف حماع الشمالي الشرقي ومن ريف حلب الجنوبة طبعا الهجوم كان من محورين هدفهم كان مطار أبو الظهور العسكري طبعا الهجوم كان محور رئيسي لألو من المنطقة الجنوبي لمطار أبو الظهور اللي هي ريف حماع الشمالي الشرقي وريف إدليب الجنوبة الشرقي الهجوم أسفر عن سيطرة قوات النظام على مناطق ريف حماع الشمالي الشرقي بالإضافة لقرى وبلدات من ريف إدليب الجنوبة والشرقي طبعا الخط السير قوات النظام كانت عبر فرض طوق على المناطق الشرقية من مدينة إدليب على بعض المناطق طبعا هني سلكوا خط سكة القطار سكة الحجاز من الجنوب ومن الشمال حاليا الاشتباكات وصلت لمحيط مطار أبو الظهور العسكرية لحد الآن قوات النظام ما تمكنت من السيطرة على المطار بشكل كلي أو بشكل فعلي لكن الاشتباكات ما تزال على أسواره عمر حشق الدور هل تعتقد أن قوات النظام هل هناك توقعات وجهتها التالية بعدما تحسن مسألة مطار أبو الظهور العسكري هل ستتوقف هناك أم قد تكمل شمالا في اتجاه الحدود التركية بالنسبة للوجهة الثانية بعد مطار أبو الظهور لا أعتقد أن يكون في وجهة ثانية مثلا محافظة إدليب أو الحدود السورية التركية الاتفاقيات الدولية مثل ما بنعرف أو اتفاقية أسيتانا كان نصة أو التسريبات أشارت أن قوات النظام أو القوات الروسية ستكون حدودة لمطار أبو الظهور العسكري لذلك غير متوقع أن تتقدم أكثر من هيك أهلاك أن تضيء لنا قليلا سيد عمر على الحالة الإنسانية في محافظة إدليب الأمم المتحدة تتحدث عن أن نزوحة 100 ألف شخص من مناطق المعارك تحول المحافظة عمليا إلى حالة فوضى شديدة ما هو الوضع؟ بالنسبة لمحافظة إدليب اليوم أصبحت المحافظة مكتزة بأعداد اللاجئين والنازحين الآن المنازل المدمرة في محافظة إدليب بشكل عام بالقرى الجميع حتى لحدود سوريا التركية أصبحت مليئة بالنازحين وباللاجئين كما تعلم أن المهجرين أتوا من كل حدب وصوم من أنحاء سوريا من دمشق من حمص من ريف دمشق من أماكن أخرى هذا الضغط السكاني أدى لأنه الوضع الإنساني يتفاقم بشكل كبير والمنظمات اليوم الإنسانية سواء الداخلي أو الدولي أو حتى الأمم المتحدة يعني فيه ثبات ما عم بقدموا أي شيء نهائيا النزوح بدأ من بداية الهجوم لقوات النظام بدل النزوح من ريف حماس شمالي الشرقي وامتد النزوح مع تقدم وسيطرة قوات النظام على القرى في ريف إدليب الجنوب الشرقي طبعا أعداد النازحين أنا حسب تقديره تفوق المئة ألف تفوق المئة وخمسين ألف عفران خلال عشرين يوم يوميا مئات العوائل عم تنزح باتجاه وسط وشمال مدينة إدليب يعني باتجاه الريف الشمالي وباتجاه الريف إدليب الشمالي يعني باتجاه الحدود السورية التركية طبعا الناس كوضع كمباني يعني أو كأبني ما عاد في أي مساحة أو أماكن أنه يسكنوا فيها الناس اليوم عم تضطر أني تتسكن في الأراضي الطيني نحن منطقتنا طبيعتها هي عبارة عن أراضي طيني طين أحمر غير صالح على السكان نهائيا أو لبناء أي مخيمات فيها اللي لم تكن مرصوفي أو مدعومي بأرضي صلبي طبعا النازحين مفترشين الأراضي خاصة نحن نتلقى ما بتعرف أنه نحن حاليا في شتاء يعني مطر زائد برد الحال الإنساني جدا يرسلها مخيمات قطمية اللي هي تعتبر أكبر المخيمات على الحدود السورية التركية لم تعد قادرة على استيعاب أي عائلة نازحة بسبب ضغط سكانة من تلك المناطق هل هناك أي طرق لإيصال المساعدات بالشكل المكثف أكثر؟ الطرق المساعدات يعني نحن عنا الحدود السورية التركية يلي هي معبر باب الهوى في معابر الإنساني بين الحكومة التركية مع داخل السورية لكن للأسف المنظمات اليوم كلها ياتا يعني كل ما مناخش منظمة أو منحكي ليش ما بتقدمه أقل الشيء يعني خيمي الخيمي هي أقل الشيء أنه الناس اليوم عم تسعلى إلى كرمال أنه تتقاوى فيها من البرد من المطر جميع المنظمات عم بيقولوا اليوم ما في دعم أعداد الناس هائلة وفوق قدراتهم حسب وصف المنظمات يعني مثل هيك حالة نزوح طبعا أنا لم أشهد حالة نزوح أكبر من هذه الحالة من بداية السورة السورية وحتى الآن يعني أكثر من 150 ألف شخص لحد الآن نزحوا من منطقة وحدة باتجاه منطقة واحدة يعني امتداد الناس حين اليوم بباشر من محافظة إدليب تمام كمركز مديني باتجاه الحدود السورية التركية يعني الأراضي وين من التجهد بتشوف فيها بقع نازحين عم بيحاول نازحين من خلال بعض الوسائل البسيطة يعني البطانيات اللي حرامات أن يصنعوا خيام لعلى وعسى أن يتقيهم شوي من البرد من المطار عمر سؤال أخير الفصائل المسلحة في منطقة إدليب يعني كيف تتعامل مع هذا الواقع هل هي عوامل مساعدة أم أن هناك نوع من الخلافات أيضا تؤثر عمليا في حركة النزوح وفي فرص تأمين حاجيات النازحين اليوم الفصائل المقاتلة أغلبها مشغول على الجبهات طبعا المأخذ يؤخذ على الحكومات القائمة تمام على حكومة المؤقتة تابعة الاقتلاف السوري المعارض في تركيا أيضا على حكومة الأنقاذ اللي تشكلت حديثا هاي جميع الحكومات هي المفروض تسعى بوضع الإنسان اللاجئين طبعا الفصائل يعني ذوب عم بلحقوا للجبهات اليوم الهجمي كتير شرسي على ريف إدليب الشرقي يعني على منطقة أبو الظهور وما حولها الهجمي شرسي جدا وبتستدعي أن الفصائل غالبا عم بتحاول تصد هذا الهجوم خشية أي تقدم باتجاه المنطقة يعني باتجاه الغرب إدليب نعم شكرا نعم عمر حاش قدور شكرا جزيلا لك النشطة الإعلامية السوري من إدليب كنت معنا عبر سكايب قد نعود إليك لاحقا في حال أي تطورات ميدانية سنبقى على تواصل معك شكرا لهذه المشاركة ورحب بضيوف هذه الحلقة من ساعة حرة لمناقشة مجمل جوانب هذا الملف وهم معنا من الرياض السيد هشام مروى النائب السابق الذي رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض ومن اسطنبول الكاتب الأستاذ الجامعية التركي الدكتور سامير صالحة ومن موسكو الدكتور ليوني تسوكيانين أستاذ في المدرسة العليا للاكتصاد في موسكو ومن واشنطن الدكتور مايكل روبين الباحث الأمريكي في معهد أمريكا انتر برايز أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام دكتور سامير صالحة تركيا سنتحدث بعد قليل عن موضوع استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي لكن في شأن استدعاء السفيرين الإيراني والروسي هل نتحدث اليوم عن بدء انفراط عن العقد الثلاثي الذي شكل محور أسيتانا مساء الخير للجميع أولا طبعا الحديث عن انفراط برأيه ستكون مسألة مبكرة جدا لكن مؤشرات كثيرة أخي حسين تذهب فعلا بهذا المنحة يعني فيه الآن قراءات وتباين في قراءة المسار الأمور على الأرض ميدانيا عسكريا وسياسيا نقطة أولى نقطة ثانية كما تعرف هناك التزامات تحت سقف الأسيتانا لقاء سوشي المميز كما كنا نفترض الثلاثي على مستوى القمل أيضا أمام اختبار صعب في هذه المرحلة يعني كل التطورات على الأرض تقول أنه فيه أزمة في مستوى العلاقات بين الدول الثلاث أعطيك مثال بسيط استدعاء السفيرين مثلا كان من الممكن تدلي عنقرة أن تستبدله بالمطالبة اجتماع لجنة التنصيق الثلاثي المنبسقة عن تفاهمات الآستانا عدم مطالبة أنقرة بالإقدام على خطوة من هذا النوع يعني أنه رسالة مقصودة من قبل أنقرة بإتجاه موسكو وبإتجاه طهران لسيما بالتزامن مع اجتماع وزيراء الخارجية روسية والإيرانية أيضا بالغياب وزير خارجية التركية أيضا هذه نقطة هل نتحدث هنا عن تصفية حسابات روسية تركية بدأت الآن إذا ما عدنا لتحليل الأمور وتطورات مسار الأمور على الأرض ميدانيا وعسكريا حسب المواقف الصادرة عن الأطراف نعم فعلا الآن هناك ربما تحول قد نرى في الساعات المقبلة بين مؤتمر وخيارات سوتي المؤتمر الوطني أقصد السوري وبينها فتح الطريق أكثر فأكثر أمام مؤتمر جينيف أخي حسين نقطة مهمة نقطة ثانية أن بداء الجديدة قد تفاجئنا في الأيام المقبلة بدخول جديد قوي أكثر هذه المرة لولايات المتحدة الأمريكية على خط الأزمة دكتور مايكل روبين في واشنطن هل ترى أمكانية فعلا لدخول أمريكي على خط الأزمة في سوريا لسيما مع تصاعد كما يبدو الاستياء التركي من روسيا وإيران بسبب هجوم إدلب الولايات المتحدة ربما تتحدث عن الإنخراط وربما تدعم مبادرات مختلفة ولكن لا أرى الولايات المتحدة تتخذ أي دور بارز فيما يتعلق بمحادثات السلام الآن وذلك لأن الطاقة الأمريكية تنفق في أماكن أخرى أيضا عملية جينيف أو عملية أستانا أو سوتي هناك قضايا متعلقة بها لم تحل بعد ولم يكن هناك أي نجاح ولن يكون طالما لم تحل على سبيل المثال الرفض التركي للحديث مع مجموعة كردية تحالفت معها الولايات المتحدة وتسلحها رغم وعود الرئيس ترامب لرجب طيب أردغان الولايات المتحدة رحبت بمناطق تخفيف التوتر من ناحية ولكن بشكل متزايد هناك قلق بشأن وجود حزب الله على امتداد الحدود الإسرائيلية داخل سوريا هذه هي بعض القضايا والأخيرة بالطبع هل هناك أي إجماع محتمل بشأن بشار الأسد مستقبل بشار الأسد نستطيع الحديث عن هذه العمليات ولكن إلى أن تتم الإجابة على هذه القضايا فلن يكون هناك أي تقدم ولهذا السبب في واشنطن الناس يهزون أكثافهم دكتور ليونيس شكيانين ماذا في موسكو؟ هل ثمت انطباعات أن عقد أستان قد ينفرط بسبب الاحتجاج التركي على هجوم إدلب؟ المشكلة الأساسية تتمثل في أنه ليس هناك أي تصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية الروسية في عقاب ما حدث في إدلب وما يحدث حاليا في إدلب أما بالنسبة لإستداع السفرين الروسي وإيراني من قبل الوزير الخارجية التركي كذلك مثل هذا الخبر لا يعلق حتى الآن من قبل الجهات الرسمية الروسية أنا شخصيا لا أتوقع أي تغييرات الأساسية في العلاقات بين هذا المثلث الروسي التركي والإيراني طبعا العقابات والخلافات كانت ولا تزال موجودة لكل من الجهات الثلاث مصالحها وهي التي تتفق في بعض الأحيان مصالح الجهتين الأخيرتين والآن الأزمة لا شك في ذلك في العلاقات بين روسيا وبين تركيا ولكن أنا لا أريد أن نبالغ مستوى العمق تقريبا إذا ستبع مثل هذه الأزمة وذلك لأن هناك المصالح المشتركة موجودة الخلافات موجودة المصالح موجودة لكل من الجهات ما يبرر موقفها تركيا تصير على بعض العباد روسيا تراهن على بعض الأخرى لإيران كذلك ما يبرر موقفها وعلى هذا الأساس الأمر الذي يتطلب ويستدعي النقاش المشترك لهذه القضية المتازمة وإيجاد المخارج المناسبة لذلك النمط كما كانت حلت مثل هذه العكبات والعركيل سابقا في العلاقات بين روسيا وتركيا وكذلك كان هناك المشاكل بالنسبة لمشاركة الإيران في الجهود السعية نحو معالجة الأزمة في سوريا الحرب مستمرة في سوريا الأوضاع متأزمة هناك الضحايا كبيرة جدا في الأرواح في الممتلكات وكل الأطراف تتحمل المسؤولية عن ما يحدث في سوريا ويمكن الاتهام روسيا ولكن بشرط أن تتهم الأطراف الأخرى بنفس الدرجة وعلى هذا الأساس القضية يمكن أن تعالج بالجهود المشتركة لا شك في ذلك ولكن مما يعرقل هذه المسيرة تبعا الفوارق في المصالح والمواقف خاصة في هذا القريم الحساس عن فوارق في حجم الانخراط ليحدث بعده أيضا حجم المسؤوليات حينما ذكرت قبل قليل أنه يمكن تحميل وسيا مسؤولية ولكن أيضا شرط اتهام آخرين لكن دعنا نستكمل هذا الحوار معكم ومع سائر الضيوف ونستمع لسيده شامر وبعد هذا الفاصل الأول في هذه الحلقة من ساعة حرة والمزيد في شأن الملف السوري انطلاقا من هجوم إدلب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نتابع مشاهدين هذه الحلقة من ساعة حرة سيد هشام مروى القياضي في المعارضة السورية ما قرأتكم لمسألة إدلب هل تضعونها في سياق الترتبات الروسية الإيرانية ربما كما يرى البعض لتمهيد لسوتي في ظل أيضا مساعد من المعارضة لحماية مسار جينيف مساء الخير لك وللجمهور الحرة ولضيوفك الكرام الواقع هناك دائما اعتادت قوة الثورة والمعارضة واعتاد متابعون مشهد السياسي على خروقات وتصعيد غير مسبوق للنظام وحلفاء قبيل أو قبل أي جولة مفاوضات جديدة نحن مقبلون اليوم أعلن الدكتور حريري أن هناك جولة ستكون في الـ 21 من هذا الشهر النظام دائما يستبق أي جولة مفاوضات بتصعيد عسكري تصعيد للأسف ليس فقط في إدلب تصعيد أيضا في منطقة الغوطة هذا جانب الجانب الآخر الذي يبغي تصديد الأضواء عليه هناك اتفاقيات خفض تصعيد أعطي انطباع بعض أستانة حتى من 1 إلى 8 أن هناك توجه من قبل الروس والدول الضامنة إلى تخفيض التصعيد أو بالحرى خفض أو إسكات صوت النار من أجل أن ينطلق أو يرتفع صوت العقل واضح تماما أن هذه المسألة لم تكن فيها لم تكن مقصودة بذاتها كان مقصود من هذه الاتفاقيات المزيد من كسب الوقت لأجل أن يتابع النظام وحلفاء والحل العسكري عنوان ما يقوم به النظام في هذه المرحلة هو الإمعان في الحل العسكري الإمعان في الحل العسكري واضح تماما أنه خيار فاشل لا يمكن أن تنتهي المسألة لا يتقدم النظام في منطقة معينة لكن هل يمكن أن يبقى فيها إلى فترة طول كذلك عندما الآن يحاول الدخول إلى الغوطة ويرتكب مجازر بحق مئات الآلاف المحاصرين حالة معارضة خيارات عسكرية بشكل كثيف جدا في منطقة الغوطة كما تعلم المعارضة قوة ثورة وتحديد الفصائل المعتدلة التي وافقت على اتفاقيات خبز التصعيد احترمت التزاماتها وعطت فرصة لحل السياسي نعم عندها خيارات العسكرية وعندها القدرة على أن تلحق بالنظام الخسائر أبدح الخسائر سواء في إدلب أو في الغوطة أو في أماكن أخرى ما حدث في المركبات في منطقة إدارة المركبات في حرستة يؤكد هذا الأمر من لا يزال يراهن على الحل العسكري واهم الانتصار لن يتحق لأحد الفريقين كلاهما قادر على القتال سواء بقاعدته الشعبية أو بدعمه الخارج هو أقصد هنا النظام لذلك صوت العقد يجب أن يتغلب ومن هنا جاء قيام الأتراك بتذكير الدور الضامنة بأن لها دورا سياسيا يجب عليها أن تلعبه في هذه المرحلة نعم هذه التصرف الذي يقوم به النظام كان هناك سيد هشام مر بيان الفصائل المصلحة التي تشاركت المشاركة في أستانا أيضا تدين هذه التطورات الأخيرة هل تعتقد أن خيار الانسحاب وارد خيار إعادة النظر بكل المنظومة العسكرية السياسية المشتركة بين الفصائل والقوة السياسية قد يتم إعادة النظر فيها جذريا يعني عندما ترتكب أو يرتكب النظام وحلفاءه جرائم من هذا النوع هذا يقتضي توافق والتحام أكبر بين القوة السياسية والقوة العسكرية مسار أستانا الذي أريد له أن يكون مسارا يؤدي إلى خفض العنف أو إيقاف وقف إطلاق إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين وإدخال المساعدات إنسانيا انقلب الآن إلى مزيدنا الحصار ومزيدنا القصف سواء كان في الجنوب أو في الشمال بالعكس هذا الأمر لن يؤدي إلى معركة ما بين الفصائل والسياسيين على العكس تماما الفصائل والسياسيون الآن مدعوبون أكثر من أي وقت مضى لأن يكونوا صفا واحدا لتحقيق ما يمكن ما اتفق ما خرج الشعب السوري لأجله في المرحلة الأولى طبعا هذه الفصائل حذرت تسايد مرور من أن هذه التطورات تضع العملية السياسية في مهب الريح لكنها في الوقت ذاته أيضا تدين ما وصفته بالمعارك المفتعلة والمشبوهة التي قامت بها هيئة تحرير الشام هنا أقرأ حرفيا ومن يدور في فلكها وأعطت من خلالها الفرصة للنظام السوري والمحتلين الروسي والإيراني لنقض خفض التصعيد ما تعليقك على هذه جزئية من البيان يعني هذا الكلام ما ذكرته وما قرأته في البيان يؤكد ما أقول هناك توجه باتجاه الفصائل المعتدلة بأن تأخذ وقفة صادقة باتجاه وجادة تجاه الآن دعاة أو رعاة الحل السياسي من الإيراني في أستانا طبعا هذا لا يتعرض على الإطلاق من موقف سياسي ملتزم وجاد في عملية جينيف الآن العملية السياسية التي أطلقت في أستانا واضح تماما أن الروس والنظام ومن خلفهم الإيرانيون يطلقون الرصاص عليها ويرود أن ننهوها هل ستقبل روسيا هل ستقبل إيران هل ستقبل تركيا بأن تنهار هذا المسار مسار أستانا يعني هذا أمر من الممكن يعني من الصعب التكهن فيه بالتأكيد سيعملون على إبقاء ولكن يبدو أن نذر انهياره بدأت تظهر في الأفق وبالتالي لا بد من أن يكون هناك فعلا موقف واضح وجاد من المجتمع الدولي الآن ليس فقط أستانا طيب سنعود طبعا عن المجتمع الدولي وإلى في ظل يعني جولة تفضل المعارضة ما بين الأمم المتحدة وواشنطن سيكون لنا عودة إلى موضوع المجتمع الدولي ومساعي المعارضة لحماية مسار جينيف وفق ما تكون تصريحات وقاضتها هنا الموجودين حاليا في واشنطن دكتور سامي صالحة وفي اسطنبول هل هذه تطورات قد تطفع تركيا وربما قوة إقليمية أيضا ودولية إلى إعادة النظر في مسألة تسليح المعارضة السورية نعم أظن هذا الاحتمال وارد جدا أخ حسين لأنه الآن كما تعرف جميعا هناك نقطتين أساسيتين تحتاج إلى الإجابة عليهما لماذا قرر النظام وحلفائه التحرك الآن بهذا الشكل ثانيا أليس بمقدور روسيا وإيران أن تضغط على النظام لإيقاف هذه العمليات لأنها تتعارض مع روح وتفاهمات الأستانة وخطط الدول الضامنة في إطار مناطق تخفيض التوتر طالما أن روسيا وإيران لم يتحرك طالما أن النظام مصير على التصعيد عسكريا على الأرض فهذا طبعا سيدفع أنقرة في الساعات وفي الأيام المقبلة لنقاش استراتيجيات بديلة إلا إذا وجدنا أيضا مفاجأة أخرى اجتماع ثلاثي غدا صباحا يعقد بين هذه الدول الضامنة هل من المحتمل أن يكون من الخيارات البديلة لدى تركيا خيار عسكري قد تتدخل تركيا عسكريا ردا على محاولة ما قد تراه تركيا فرضا لأمر واقع جديد عند حدودها نعم هذا ما قصدته عندما قلت لك هذه المسألة واردة لأن أنقرة إذا ما شعرت أن هذه الخطط المتفق عليها تتراجع ليس فقط على حساب المصالحية بل على حساب التفاهمات المعلنة ولا حساب الشعب السوري الثائر فأظن أنها لن تتردد إطلاقا في توسيع رقعات عملياتها العسكرية في إدلب وحتى في عفرين مهما كان أستمن مسألة استدعاء القنصل الدبلوماسي الأمريكي اليوم إلى أنقرة لا أظن أنه هي مسألة تشبه استدعاء الدبلوماسيين الروسي والإيراني برأي أنه عملية الاستدعاء مختلفة تماما أظن أنه كان هناك نقاش بإطار وفي تفاهمات جديدة ربما لذلك أظن أن روسيا التي حاولت أن تلعب ورقة سمير سمير في البداية كان الموضوع غامضا أنه لماذا كان الاستدعاء القنصل الأمريكي أو القام بالأعمال الأمريكي لاحقا في بيان أو مصادر في الخارجية التركية حوّفك ما نقلت عنها وكالات قبل قليل أن الموضوع يتعلق بالقلق التركي إذا توفير روايات المتحدة تدريبا على السلاح لعناصر من حزب الاتحاد الديمقراطي لكن البعض يرى أن هذه مسألة قديمة ولا تستدعي مسألة تستدعاء قائم بالأعمال في هذه الفترة هل يمكن أن يكون ثمة ما هو مخفي عمليا ويتعلق تحديدا بخطوات عسكرية محتملة لتركيا وتريد غطاء أمريكي لها نعم هذا احتمال وارد جدا كما قلت قبل قليل إذا ما شعرت تركيا أنه فعلا هناك تفاهم روسي إيراني يتقدم على الأرض ويتعارض مع التفاهمات التي تمت حتى الآن فلا أظن إطلاقا أن أنقرة ستتردد في توسيع رقعات عملياتها العسكرية وربما هذه المسألة نوقشت مع الجانب الأمريكي في إطار خطة عفرين مباشرة ردت الفعل الأمريكية كيف ستكون هذه النقطة مهمة لكن هناك احتمال آخر ضعيف يقلق عن قراء أن يكون هناك في نهاية تفاهم أمريكي روسي بعيد عن الأضواء في كل هذا المشهد وأن التطورات العسكرية والسياسية المتلاحقة تخدم هذا المخطط أو هذا التفاهم الأمريكي الروسي إذا كان فعلا موجود لا نعرف تفاصيله بعد وهذا ما نسأل عنه الدكتور مايكل روبين في واشنطن ويجيبنا عنه بعض الفاصل وقراءته أيضا لهذا الاستدعاء من الخارجية التركية للقائم بالأعمال الأمريكي نكون معك دكتور روبين وأيضا مع سائر ضيوف بعد هذا الفاصل في هذه الحلقة من سائر حرة والمزيد في شأن ملف السري على خلفية التطورات الميدانية العسكرية وأيضا الجهود السياسية تابعونا مشاهدنا بعد هذا الفاصل موسيقى نتابع مشاهدين هذه الحلقة من سائر حرة دكتور مايكل روبين في واشنطن من قراءتك الاستدعاء الخارجية تركيا القائم بالأعمال الأمريكية تعرف الرئيس أردوغان رجل مسرح في هذه الحالة أنا غير متأكد أن هناك مؤامرة عظيمة وراء توقيت استدعاء رجل الأعمال يبدو 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 أن رئيس أردوغان يريد أن يظهر أنه في موقع الهجوم ضد الولايات المتحدة من أجل ناخبيه أو في عيون ناخبيه هذه واحدة من هذه المرات هو غاضب من دعم أمريكا للقوات الكردية يقول أن الرئيس ترامب وعد بإيقاف ذلك ولكن في الواقع دعم الوحدات الكردية أصبحت عمود من أعمدة السياسة الخارجية الأمريكية في سوريا وأردوغان لا يقبل ذلك دكتور روبين ثمت بعض التكاهنات المتناقضة إذا هذه خطوات الاستدعاء ثمت من قد يطرح السؤال أن تسمعت إليه قبل قليل من دكتور صالحة في إسطنبول أن قد يكون نقلق روسي من تفاهم أمريكي روسي قد يضع المصالح التركية جانبا لكن في المقابل أيضا ثمت من قد يقرأ فيه هذه الخطوة رسالة تركية إلى روسيا تعبر عن استيائها من السياسة الروسية وتحذر روسيا أن تركيا قد تلجأ مجددا إلى الولايات المتحدة بين الاحتمالين أيهما قراءتك أكرف قد أن هناك أي مؤامرة عظيمة وراء هذا سوف أكون صريحا الرئيس بوتين في روسيا مثل القط والرئيس أردغان في تركيا مثل الفأر الفأر قد يعتقد أنه مساو للقط ولكن القط كان يلعب مع الفأر طوال الوقت هذه واحدة من مشاكل التحالف مع روسيا من حيث أنك عندما تكون حليفا لأمريكا أمريكا تراك كشريك ولكن عندما تكون حليفا لروسيا روسيا تراك كعميل يجب أن تنفذ رغبات روسيا الرئيس أردغان ربما يجد وهو يحاول تغيير التحالفات من أمريكا إلى روسيا ثم إلى أمريكا ثم إلى روسيا والآن يعود إلى الولايات المتحدة الشيء الوحيد الذي تمكن من تحقيقه هو أن لا أحد في المجتمع الدولي يثق بالرئيس أردغان سنعود إلى هذه النقطة لاحقا مع دكتور صالحة لكن دعني أذهب إلى موسكو مجددا ودكتور ليونيز سكيانين هل ثمت نوع من الاستقبال الروسي لهذه الخطوة التركية باستدعاء القوام بالعمل الأمريكي باعتبارها رسالة إلى روسيا ما كراءتك لها نحن في روسيا حسب رأي لا نعتقد أنه استدعاء الممثل الدبلوماسي الأمريكي في تركيا تحمل في طياته أي الرسالة السياسية موجهة لروسيا أردوغان وأنا أشارك الرأي الزميل المشارك في هذا الحوار من الولايات المتحدة أردوغان هو طبعا يتناور باستمرار بين روسيا وبين أوروبا وبين الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان في بعض الأحيان في بعض الاتجاهات هو يشعر أن الولايات المتحدة الحليف له فهو ينحاز إلى هذا الجانب في الوقت الآخر هو ينحاز إلى روسيا ولكن نحن في روسيا لا نشعر أي قلق بالنسبة لهذا الخطوة التركية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية أما بالنسبة للأزمة الحالية في العلاقات بين الأنكرة وموسكو لا أعتقد أن هذه الأزمة ستستمر فطرة طويلة حسب رأي خلال الساعات المعدودة وكأدأ على حلال الأيام المحدودة ستعالج هذه الأزمة وذلك لأن تعاون بين تركيا وبين روسيا وإيران في الأراضي السورية في مصطحة هذه دولة ثلاثة الجميع هناك الفوارق في المصالح في الاستراتيجية ونال هناك وحدة والتعاون هو أعلى من هذه الفوارق لأن الأهداف التي تسعى نحو تحقيقها تركيا لا تستطيع أن تحقيقها بدون الاتفاق مع روسيا وروسيا كذلك تعرف وتعترف بالدور الكبير لتركيا في الأراضي السورية على هذا الأساس مثل هذه العكبات مثل هذه المشاكل التي شاهدناها في الأيام الأخيرة بالنسبة لإدلب هذه العراق حسب رأي مرحلية مؤقتة وسنجد تجاوزها في أقرب الوقت سيد هشام مروى هل المعارضة السورية مرتاحة نوعا ما إلى ظهور تباينات روسية تركية قد تعود للرهان عليها أي موقف يدعم ثورة الشعب السوري ويدعم الشعب السوري في هذه المرحلة هو بالتأكيد محل ترحيب من قوى الثورة والمعارضة ولكن القضية لا تتوقف على مجرد الاحتجاجات السياسية ينبغي أن يترجم هذا الأمر إلى دعم حقيقي لقوى الثورة وتحريك ودعم سياسي على مستوى فعلا الأمم المتحدة وعلى مستوى اتخاذ قرارات جادة في هذا الخصوص هذا هو ما ينتظر مجتمع الدولي الآن عندما تكون هناك جريمة بهذا المستوى تحد وتضب المدنيين المهجرين الآن حوالي 150 ألف وكذلك المحاصرين في الغطة الشرقية 400 ألف هؤلاء لم يتحرك مجتمع الدولي لإنقاذهم والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة فم يتحرك كما تعلم شتاء سوريا قارس وخصوصا في مناطق الشمالية هؤلاء 150 ألف فعلا يعانون من ظروف إنسانية غير مقبولة وعلى المجتمع الدولي أن تخذ قراره إذا كان الآن تهرب الأسد وحلفاء الأسد من استحقاقات السلام بمزيد من القتل ألا يجب أن يكون للمجتمع الدولي موقف واضح من هذه الجريمة عندما نسمع صوته من السيد أردوغان أو من الأشقاء الأتراك أو باقي الأشقاء العرب أو الداعمين للثورة السورية فهذا أمر طبيعي جدا ما يجري يجب أن يكون هناك إدان له والقضية ليست خضية يعني التحالفات أو مناورات بخدر ما هي موقف يفرضه الموقف فداحة الموقف تقتضي ذلك تتفق مع جهات على أن يكون هنا خف التصعيد سما تفاجأ ليكون هناك خرق حقيقي وتقدم لقتل هذه الاتفاقيات التفاف واضح عليها فهل يمكن أن يبقى من يحترم نفسه ساكتا في مثل هذه الأمور بالتأكيد لا موقف قوة الثورة والمعارضة فعلا جزب لها أن تعيد أن ترس صفوفها وأن تحافظ على قدراتها تكثف عن اتصالاتها أمس في الممتحدة واليوم في واشنطن في هذه اللحظات أيضا هناك اجتماعات للوفد في واشنطن في الخارجية والبيت الأبيض وما إلى ذلك الهدف الرئيسي سيد مروه هل ما القلق الرئيسي الآن لدى المعارضة باختصار لو سمع يعني الآن واضح تماما أن هناك إبعانا في الحل العسكري النظام يريد وحلفاء طبعا يريدوا أن لا يلتزموا باتفاقيات أو خفز التصعيد من جهة ولا قرارات مجلس الأمن الصادرة بموضوع جنيف أيضا العمل الذي تقوم به المعارض لأنه هو فعلا يعني الوضع المسألة أمام الوامن المتحدة أن هناك تهرب من هذه الاستحقاقات وإذا كان المجتمع الدولي جاد فعليها يتحرك في هذا الاتجاه أو لا بد أن تكون هناك إجراءات أخرى سواء عبر جمعية العام للأمم المتحدة أو عبر تحويل هذه الملف إلى محكمة الجنايات الدولية أو عبر حتى تشكيل محاكم خاصة أو حتى تشكيل اتحاد أجل السلم في الوامن المتحدة لا بد من إنقاذ الشعب السوري من هذه الجرائم التي يقوم بها عضو دائم في مجلس الأمن وأحدى القوى المهمة في منطق الشرق الأوسط دكتور سامير صالحة في اسطنبول أولا كان لديك طبعا رد ربما على ضيوفنا ورسيما على دكتور مايكر روبين في شأن سياسة رئيس أردوغان وكأنه يحاول مرة أن يكون مع روسيا ومرة مع الولايات المتحدة يختلف مع الولايات المتحدة نقع تركيا أن يقوي يعني طبعا علينا أولا أن نكون منصفين بعض الشيء مع الرئيس التركي لأنه ليس وحده هو الذي يناور الجميع يناور سواء كان في الملوف في السوري أو في غير ملف نقطة ثانية أظن أن واشنطن تعرف أكثر من غيرها الذي دفع أنقرة دفع الرئيس التركي باتجاه موسكو هي واشنطن مباشرة يعني السياسة الأمريكية في التعامل مع الملف السوري هي التي قربت أكثر فأكثر بين واشنطن وموسكو يعني سؤال دائما يطرح الأتراك ونقوله ونردده أن الحرب على داعش تقول واشنطن هي التي دفعتها الاختيار للبي واي دي كشريك وحليف أين داعش الآن في سوريا الأتراك يقولون أربعة ألف شاحنة محملة بالسلاح الثقيل أيضا ترسل وما زالت ترسل إلى البي واي دي في سوريا السؤال لماذا هذا السلاح لمحاربة من يعني واشنطن لا تجيب على أسئلة من هذا النوع فقط تحاول أن تدافع وتبرر لنفسها بانخلال انتقاد السياسة التركية في سوريا على واشنطن أن تكون برأيه الإدارة الأمريكية أكثر وضوحا في خياراتها في المرحلة المقبلة من هو الشريك من هو الحليف هذه النقطة الأساسية برأيه إذا ما نجحت لإدارة لكن بعض ترح السؤال على تركيا في الوقت ذاته دكتور صالح أن تدخل إلى تركيا أيضا أن تقول المعارضة ما إذا كانت هي الآن حليفة لروسيا التي لا تريد الإطاحة بالأسد أم لا هل تريد أن تكون حليفة لإيران التي أيضا تقاطل على الأرض في سوريا بجانب الروس والنظام السوري أم لا وبالتالي المعارضة هل يمكنها أن تراهن على تركيا أم تتخوف دوما من أنها قد تقلب موقفها في أي لحظة طبعا تفاهمات الأستانة كما أنت أيضا تتابع تمت في إطار تفاهمات ثلاثية لكن بالتنصيق مع المعارضة السورية مباشرة المعارضة السورية التي تنزق مع أنقرة على الأقل الآن النقطة الأهم أنه يبدو أنه من خلال هذا المسار الجديد شعرت موسكو مباشرة أنه سوتي يتعطل وأنه احتمال أن نعود إلى فتحة الطريق أمام كما قلت لك أمام جنيف مجددا تعطيل سوتي تتحمل أنقرة مسؤولية أساسية فيه بتنصيق مع المعارضة السورية المعتدلة هذا ما الآن تتخوف منه موسكو عملية تحريض النظام بالنصيق مع إيران للقيام بهذه العمليات العسكرية في المرحلة المقبلة كما قلت لك إذا واجوندون لم تستفيد من ما يجري على الأرض من خلال الدخول في قراءة جديدة للسياسات في هذه الأمنة تحديدا فهذا يعني ضربة أكبر للسياسة الأمريكية في سوريا مما هي الآن بعد الفاصل الأخير ما مصير سوتي ما مصير مسار جينيف تابعونا مشاهدين بعض قليل أيضا نستمع إلى رأى ضيوفنا إزاء الجانب السياسي في هذا الملف ملف الأزمة السورية أضرقائك الأخيرة من ساعة حرة آمن من الضيوف إجابات مختصرة دكتور ماكر روبين مؤتمر السوتي هل يمكن وقبله طبعا سيكون لك جولة من مفاوضات محادثات جينيف هل في تقديرك واشنطن متجهة إلى مخراط فعلي أكبر في هذا المسار التفاوضي السياسي في الملف السوري ردا على اتهامات الله بأنها سلمته إلى روسيا لا لا أعتقد أن واشنطن ستلعب دورا أكبر وذلك ببساطة لأن انتباه واشنطن مركز على مكان آخر هدف محادثات أو محادثات جينيف فيها تناقض بين أولئك الجالسين على الطاولة وأولئك الذين يسيطرون على الأرض داخل سوريا المشكلة مع محادثات سوتي أن تركيا ترفض التعامل مع الوحدات الكردية والتي ربما هي أكثر القوات فعالية ضد داعش المشكلة الأكبر في كل هذه المحادثات هي أن لا أحد مستعد لوضع إيمانه بالكامل في مسألة التفاوض الدبلوماسي سيضعون ما يمكن ويحاولون الفوز بالقوة بما يستطيعونه وستكون هناك دورة مستمرة لفترة من الوقت لهذا السبب أنا متشائم ولا أرى أي طاقة حقيقية من جانب واشنطن للعب دور قيادي نحن فقط نريد التواجد هناك هل تعتقد أن روسيا قادرة على تغيير مسار جينيف وإبداله بسوتي بكل أمانة لا أعتقد ذلك لأن روسيا ستواجه بعض المشاكل مثلا رفض تركيا للتعامل مع الوحدات الكردية وعلينا أقول أن روسيا تعاملت معها ربما أكثر من الولايات المتحدة على الأقل دبلوماسيا والمشكلة الأخرى لا تزال قائمة لا أحد داخل سوريا مستعد لوضع إيمانه كله في التفاوض الدبلوماسي سيحاولون الفوز بما يستطيعونه في ساحة القتال إذن هذه المشكلة سوف تستمر دكتور ليونيتسو كانين في موسكو هل لدى موسكو قلق من احتمال الفشل مساعيها لإنجاح مؤتمر سوتي في ظل تكثيف الضغوط عليها والاتهامات لها بأنها تريد فعلا حرف مسار جينيف وجعل سوتي بديلا له لهذا السؤال أكثر من بعد بالنسبة لي الاحتمال عقد المؤتمر السوتي ومدى الاحتمال النجاح المتوقع والفشل المتوقع طبعا هناك الصعوبات الكثيرة أمام هذا المؤتمر الآن وأنا أشارك رأي الزميل من الولايات المتحدة الذي تفضل بقوله بأنه هناك الاتجاهات المعاكسة والمصالح المتضاربة ومتباينة للعديد من المشاركين المتوقعين للمؤتمر السوتي من ناحية تركيا والأكراد وروسيا وعلى هذا الأساس روسيا لا تريد عقد هذا المؤتمر إذا كان هناك الاحتمال أن يكون غير ناجح أو حتى إذا كان شبل فاشل تقريبا بالنسبة لجينيف روسيا لا تزال تراهن على جينيف لا شك في ذلك لا تفكر ليس هناك في روسيا من يفكر في تبديل أو استبدال أو يعني إلغاء الجينيف واختراع أي الأرضية أي الإطار آخر بديلا لجينيف أستانا مرة واسوشي مرة أخرى ولكن أستانا واسوشي ليس هي المبادرات البديلة لجينيف هي المبادرات المساعدة لجينيف جينيف قد يناقد هناك الجوالات العديدة ثمانية قد انتهت بدون شيء بصفر وروسيا كانت تفكر في تقدم ببعض المبادرات التي يمكن أن تسهي مزام إيجابي من الأطراف الأخرى من الاتجاهات الأخرى غير رسمية ربما الاجتماعية أو إذا ستعتبر مجتمعية لخلق الجو الأكثر مناسبة للجولة الكادمة اللحكة الجولات اللحكة لجينيف ها هي الفكرة الروسية بالنسبة لأروية روسية للمتامر الجينيف وحتى استانا ليست كبديل للجينيف ولكن كالخطوات والأشكال التي يمكن أن تساعد على خلق الجو المناسب الدول الأكثر مناسب للإنجاح الجينيف سيد الشامر وهل ترى أن السياسة الروسية أسهمت بطريقة أخرى في تمهيد أجواء أكثر إيجابية لمسار جينيف الواقع على العكس تماما السياسة الروسية تأثير تماما لرسم مسارات موازية خارج جينيف عخدة المشكلة في السياسة الروسية هي موضوعة الانتقال السياسي التي جاءت في بياد جينيف والتي نص عليها القرار 2054 لذلك عندما تتجه باتجاه سوتشي لتشكيل مرجعية جديدة خارج إطار تسميها مرجعية حوار وطني سوري خارج إطار الانتقال السياسي الانتقال السياسي هو استحقاق تفرضه قرارات مجلس الأمن 2054 و2018 روسيا تتهرب دائما وتحاول أن تنشئ مسارات موازية أو حتى مخالف له استانا استطاع المبعوث الدولي أن يجعل لها سلة خاصة هي سلة إجراءات منها اتقاء وذلك أخذ استانا اتجاها تحت مضلة المتحدة مسوري تبحث عن مسار آخر تبحث عن مرجعية جديدة تبحث عن دستور يتم من خلاله انتقال سياسي مخالف تماما لما نص إن صح هناك انتقال سياسي وهم انتقال سياسي يبقي الأسد ويعيد إنتاج النظام وتأهيله وهذا مرفوض بالتأكيد ثمت من يرى سيد مروى أن روسيا لو أنها تريد فعلا إلغاء مسار جينيف وفرض مسار سوتي بديلا له أو أستانا لقالت ذلك ولكن تعلن دوما يعني أنا لا أريد أن أطيل كلمة استطاعت موسكو أن تدفع الأسد وأن تلزم الأسد بحضور مباشر للمفاوضات في أستانا لماذا لم تستطع أن تدفعه للحضور بل استطاع أن يكون رافضا ويعني مبتعدا كل البعد عن حضور مفاوضات مباشرة في جينيف تريد أن تقول أن مسار الذي ترعاه روسيا ممكن أن يكون فيه مفاوضات مباشرة أما المفاوضات التي ترعاه الأمم المتحدة لا يحضر فيها الأسد بشكل مباشر هي تهندس مكان آخر لإنشاء مشروع ينجاح وهذه لا تغفى على أي متابع إذا يكون الأمم المتحدة مرتابة تماما من سوشي وحتى هذه اللحظة لم تعطي موافقتها حتى الخجولة على عقد هذا المؤتمر روسيا واضحة تماما لكل متابع أنها فعلا عندها أزمة مع قرارات مجلس الأمن عندها أزمة مع جنيف وعدم حضور الأسد مفاوضات مباشرة في جنيف حتى في جنيف في جنيف الثماني التي تم فيها توحيد القوة الثورة والمعارضة كلها كلها تحت رأية واحدة هي التفاوض السورية مع ذلك لم يحضر الأسد ما يؤكد تماما عدم ممارسة الضغط المطلوب من قبل حلفائه عليه للدخول في عملية سياسية جد في جنيف دكتور سمير صالحة إلى أي مدى ترى أن التطورات الميدانية في موضوع عدل في اللغوطة الشرقية ستؤدي إلى تغيير الجوهري في هذه المسارات السياسية في جولة جنيف التي ستعقبها مؤتمر سوتي إذا عقد يعني فعلا أنت تشير إلى نقطة في غاية الأهمية هذا ما كنت سأقوله لك الآن يفصلنا عن اجتماع سوتي المرتقب أكثر من أسبوعين وهي كما تعرف فترة زمنية طويلة جدا جدا بمقاييس التطورات العسكرية والسياسية على الأرض في التعامل مع الملف السوري أنا أتوقع الكثير من المفاجآت ساعة بعد ساعة على الأرض نقطة أولى نقطة ثانية الآن تركيا هي التي عرقلت سوتي الأول إذا ما تجهد بمنحة عرقلت سوتي الجديد الثانية أيضا فستكون ضربة قوية ليس فقط لسياسة روسيا في الملف السوري بل لمسار العلاقات التركية الروسية قد تنجح موسكو في عقد وتنظيم سوتي لكن إذا كان قد فرغ من مضمون جدول أعماله والخطة الروسية فلن يكون له أي قيمة لذلك أظن أنه أيضا روسيا مطالبة في الساعات المقبلة بتنبؤ إلى ما يجري الآن في هذه تطورات العسكرية الميدانية في إدلب لأنها تسامي مباشرة في تعطيل سوتيتنين إلا إذا كانت متعمدة في ذلك شكرا جزيلا لك الدكتور سمير صالحة الكاتب الأستاذ الجامعية التركية من أسطنبول من الرياض أشكر النائب السابق لرئيس لإتلاف الوطني السوري هشام مروى ومن موسكو الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد الدكتور ليونيد سوكيانين ومن واشنطن شكرا لكم مشاهدين لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة ونقشنا فيها الأزمة السورية ميدانيا عسكريا وسياسيا إلى اللقاء اشتركوا في القناة